اللهم بشرتنا على ليسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لك عتقاء من النار وذلك كل ليلة من ليالي رمضان اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ودرياتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك اليوم إن شاء الله نحضروا على الأخلاق لما بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اختاروا في أحد الأمة للشهرة بالتجارة لأمة رأس مالية تقول سيدير بصورة لإلى في قريش إلى في مرحلة الشتاء والصيف كانوا يمشيوا في الصيف وشتاء يبيعوا يشريوا يعني القيم ديالهم كانت رأس مالية فمنين اختار الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد تعجبوا وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في السواق لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرة أو يلقى إليه كنز أو تكون لو جنة يأكل منها يعني ما عنده شيء عاجة سبيسيال زيدة على الناس وهنا الله سبحانه وتعالى تصحلهم وتصحلنا المفاهيم وتبيننا المعايير لكي تغدو شوى باش خطاك سيد النبي صلى الله عليه وسلم مني تقول وإنك لعلى خلق عظيم ومن أخلاقي سيد النبي صلى الله عليه وسلم والعظمة ديال الأخلاق دياله أن مني جاء مبخش العمل ديال الأنبياء والرسل يسبقوه ليس حل واحد مننا تنجيه وتبقى ويقول للأخر ما درواله والأخر ما درواله لا السيد النبي صلى الله عليه وسلم كان خلق وإنك لعلى خلق عظيم لم يبخس عمل سيدنا إبراهيم ولا عمل سيدنا موسى ولا عمل سيدنا قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فمنين قالوا له يا رسول الله واحد المراء تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بأموانها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها ثم أخبيت واشنو قال لهم هي في الناع وهنا تقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأخلاق اللي كتصلك العمد لله سبحانه وتعالى وتقولنا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة كون شبقتي سينوش أكثركم صلاة ولا أكثركم صياما ولا أكثركم صداقة ولكن هو عليه الصلاة قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا فاللهم هدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدر إحسانها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت أحسنكم أحسنكم أخلاقا اشتركوا في القناة